السلام عليكم تحس ان النادي الاهلي اخدها كده وانت مش حاسس انه عمل مجهود حقيقة تحس انه كان دايما او التركيز كان على بطولة افريقيا لكن الدوري الممتاز كان كانت ازازة كده او كان حاجة بالراحة كده لنادي الاهلي اخدها وده اللي حصل النهاردة من خلال فوز سيراميكا كريباترا على بيراميدز اللي يعتبر يعني ما كانش عنده امل يعني في الحصول على طولة الدوري ولكن على الاقل كان بالنسبة له يفضل متواجد ويأخر حصول النادي الاهلي على هذه البطولة في المبرار القادمة امام نادي الزمالك ولكن شاء القدير النهاردة ان النادي سيراميكا كريباترا يفوز على بيراميدز ويهدي البطولة الى النادي الاهلي والبطولة رقم 43 في تاريخ وحاجة طبعا يعني بعيد اوي احنا بنتكلم النادي الاهلي بيبتعد اكتر واكتر عن الاقرب او اقرب المنفسين ليه هو نادي الزمالك وبالتالي يعني الايام القادمة والسنة القادمة هتقول ايه هنشوف ايه احنا من 48 نادي الاهلي يعني نشوفه عدد البطولات سواء بقى دوري او كاس او سوبر او حتى وحنا بنخش على البطولات الافريقية برضو النادي الاهلي بعيد تماما عن اقرب منفسه وهو ايضا نادي الزمالك ومازنبي الكونجولي ده حاجات كتير طبعا تاريخ كبير النادي الاهلي بيحققه من خلال حفوزه بالبطولات وفرحة جامهيرو الدائمة بالفوز في كل بطولة بيخشها والمنافسة فيه كل بطولة بيخشها بقوة وانه هو لا يقبل غير بالمركز الاول حاجة جميلة وبالتالي النهاردة زعيم الكرة المصرية بيحصل مرة اخرى على البطولة اللي غابت سنتين فقط عن الجزيرة بتعود مرة اخرى الى الجزيرة ودولاب البطولات بيمتلق مرة اخرى بيدرع الدوري الممتاز مبروك للنادي الاهلي الف الف مبروك واكيد طبعا فرحة كبيرة لجمهير النادي الاهلي وبكده وبكده الماتش الجاي لنادي الاهلي خلاص تحصل حاصل لعب لشهرة لعب للمتعة ده اعتقد اللعيبة هتبقى بالشكل ده اه اعتقدش ان هيبقى فيه ثقة مباراة الاهلي وزمانك دائما دائما بتبقى لها وضع مختلف المكسب بيفرح الجمهير اكتر واكتر خصوصا ما تبقى حاصل على البطولة هو قبلها بماتش اي شيء تاني بيحصل بعكن شوية لكن بيفضل النادي الاهلي هو بطل الدوري هل هل وهنا السؤال المهم واحنا بنتكلم على الروح الراضية وبنتكلم عن الشكل الرياضي الجميل اللي احنا محتاجينه في الايام القادمة وفكة اللي بتعاد عن التعصب هل ممكن نلاقي ممر شرفي في المباراة القادمة من لعبي نادي الزمانك ليه لعبي النادي الاهلي بعد حصولهم على البطولة خلاص رسميا ده لازم يحصل ده لازم يحصل عشان نفتت اي مشاكل واي تعصب بيبقى موجود في السحر ياضية ما بين اكبر ناديين في مصر ده لازم يحصل موسيقى اشتركوا في القناة